نكمل بي سا بساط 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 أنت أيها الطالب تجلس على بساط جميل ترى بساط هل يوجد فيها حرف الضاد لا يا عزيزي إذن نتركها كما هي الكلمة الثالثة نِضَالٌ 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 أخي وعزيزي نِضَالٌ أنت تتضمن للحرف الضخم حرف الضاد وهو يأتي في وسط الاسم في وسط الكلمة فنقوم بحصره كاملا الرابعة هنا يوجد لدينا مقاطع فلا يجوز الفصل عند التهجئة والقراءة أَزْهَا أَزْهَارٌ 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 الخامسة هنا لدينا مقطع يجب الوصل وعدم الفصل يَنْهَا يَنْهَدُ 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 انهض عزيزي الطالب من مكانك وتعرف هذه الكلمة يوجد فيها حرف الضاد في نهايتها متصلا متصلا فخوفا من هروبها نقوم بحصرها كاملة التدريب الخامس هذه الكلمات الملونة باللون الجميل الأحمر فكلنا جميعنا نحب اللون الأحمر وهنا كلمات كاملة وتامة نقوم بتهجئتها وقراءتها ثم نقوم بتحليلها في الفراغات المعطى مع دقة وسحة رسم الحرف في موقعه الصحيح من السطر إذن أخ متحرك وساكن مقطع يتم الربط بينهما وعدم الفصل أخضر 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 ضو 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 متحرك وساكن وهنا لاحظ هنا يوجد مقطع هو ضو متحرك وساكن وليس مد لا تنزج بين المتحرك الساكن والمد فهنا لا نقول دو لا نقول دو بل نقول ضو 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 أن ضو أن ضو أن وليس ضو أن ضو أن وليس ضو أن هنا اسم عزيز الطالب اسمه مذكر إذن ري يا المد الطويل مقطع ري يا رياض دن دن فيصبح لدينا هذا الطالب رياض 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 إذن قمنا بالتهجئة الحرفية والنفظية لهذه الكلمات الثلاث الآن التدريب السادس وهو عملية عكسية لما سبقه من تدريب فهنا لدينا كلمات تم تحليلها إلى مقاطع وحروف مقاطع وحروف مقاطع وحروف مقاطع وحروف فهنا علينا الربط والتركيب لفظيا ثم كتابة ثم كتابة ضابط 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 فتصبح لدينا كلمة ضابط ضابط ضابط